شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي المرأة تاريخ كفاح إثبات للذات من نبتة أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن بسيئة الخير عزيز المشاهدين وأهلا ورحبا بحضراتكم على هواء مباشرة علماء من بلدي ولقاء أجمعنا بحضراتكم دائما مساء كل سلساء ونتعرف على عالم وعطاء ورحلة عطاء جديدة من خلال ضيوف من ضيوفنا الأجلاء تضامنا طبعا مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي للمرأة الذي يأتي بالثامن من مارس من كل عام ونحيي كل سيدة مصرية وكل مواطنة مصرية وكل علماء مصرية في مجال البحث العلمي ومجال العطاء بصفة عامة للحفاظ على كيان كبير هو الدولة المصرية يا بنت مصر انت الأمل ودورك أساسي علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن أعدنا مع حضركم مرة تانية وسعيدنا أن يكون معنا في ضيفتنا عالمة مصرية بحثة شابة متميزة من أبناء كلية العلوم جامعة القاهرة التي تفخر بأساتذتها وأجيالها حفيدة من أحفاد العلم والعلماء العالم الكبير الراحل دكتور مصطفى مشرفة والعلمة دكتورة ساميرا موسى رحمة الله عليهم خطت خطوتها على غرار الأساتذة فاستطاعت أن تتبوأ مكانة علمية عالمية حيث تصدرت القائمة العالمية لمؤشرات الاستشهادات لعامي عشرين واحد وعشرين عشرين واثنين واثنين وعشرين والتي أطلقتها مؤسسة أو منصة السفير الدولية طبعا ويتنافس على ريادتها نحو مائة ألف عالم من كبار علماء العالم النابغين احتلت وبلا منازع المقدمة في المنافسة العالمية بواقع اثنين في المائة من إجمال عدد المشاركين هذا عالميا أما على المستوى المحلي حازت على جوائز النشر علمي بجامعة القاهرة بدءا من عام الفين واربعتاشر وحاصلت على جائزة جامعة القاهرة التشجعية في العلوم الفيزيقية الفين وتسعتاشر الفين عشرين وانا لتكريم عيد العلم السابع عشر المنظم من قبل جامعة القاهرة في ديسمبر عشرين عشرين كونها ضمن أساتذة الجماعة السيدات العالمات الباحثات التي قدمنا إنجازات علمية وبحثية غير مسبوقة يسعدنا وتعرفنا بالحضور أستاذ دكتور هبة محمد فاهمي عبد الباقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية كلية العلوم جامعة القاهرة القائم معمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم جامعة القاهرة المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال جامعة القاهرة أهلاً مرحباً بحضرتك أهلاً سهلاً بحضرتك أهلاً بك فاهمت أهلاً بك فاهمت بداةً دكتور هبة يعني إحنا بنتكلم النهاردة عن مشروع عالمة فاضلة وإحنا كمصريين دائماً بنجلي ونحترم المرأة خاصة إحنا في تسعة مارس بنحتفل بالاحتفال العالمي للمرأة المصرية ويوم المرأة العالمية على وجه التحديد ومؤكد إن في بداية رحلة الحياة بتكون هناك عوامل مؤسرة وهناك مؤشرات ودلالة على إن فيه مشروع عالم أو مشروع عالم في الطريق أهلاً متشكرة جداً على المقدمة اللطيفة دي وطبعاً بحب أقدم كل تحية يعني فخر وتقدير وعرفان بالجميل لكل امرأة وعلى رأسهم والدتي رحمة الله عليها أكيد هي لزرعة النبتة دي وأي حاجة حلوة بتحصل لي أكيد هي السبب فيها كل ستة بصراحة معطاقة كل مرأة يعني محبة للغير مرأة مش بس نص المجتمع ولكن هي اللي بتشكل النص الآخر فتحية لكل مرأة في عيدها وفي اليوم العالمي للمرأة ونتمنى يا رب أن كل السيدات وكل البنات وكل الفتيات يتبوأنا المناصب والأماكن اللي هم يستحقوها وينفسوا بقوة عليها لو اتكلمت عن بداية المشوار فأكيد زي ما حالك قلت أنه أكيد الأب والأم هما بيكونوا الداعم الأساسي أو الدافع الأساسي فيعني والدي رحمة الله عليه هو كان لوقت طبيب في قوات المسلحة فأكيد يعني هو توفى وأنا الصغيرة في السن كنت تسعة سنوات لسه ولكن هو طبعا يعني أكيد بحكم تربية القوات المسلحة بيبقوا فيه شوية التزام فيه دايما انضباط فيه حابب أن احنا نبقى دايما أحسن نبقى متفوقين كان شايفني دايما أن أنا أبقى طبيبة يعني ده كان حلمه عشان أبقى زي وزي أخواتي أني عندي ثلاث أخوات كانوا طبيبات بعد كده كملت المسيرة بقى والدتي رحمة الله عليها وبقت يعني هي بتقوم بتقوم بدور الأم والأب والحقيقة علمتنا التسامح والإيثار والعطاء والأصول وكل حاجة جميلة فضل يعني الحمد لله كنت من متفوقات طول فترة الدراسة وكان حلمي زي ما قلت كلية طب في الأساس لحد بقى لما جات المفاجأة في تلك السنوي وأنه المجموع ما جابش كلية طب يعني يا ما كنت بأحلم بيها يعني لدرجة أني كنت بروح كلية طب وأتفرج على الناس في الساكاشن وخلاص ده مكاني يعني فساعتها أدركت أنه يعني ربما أنه في حكمة أخرى أو أنه مش ده المكان المناسب لي في هذه المرحلة يعني طبعا كان فيه بقى اتجاه أنه أروح جامعة خاصة كلية طب ولا أشوف التنسيق هيجيب إيه فأنا الحقيقة كتابت رغب أقول علوم لإني كنت بحب برضو مجال البحث العلمي وأنا كنت عايز أدخل طب لإني كنت مهتمة بمجال المخ والأعصاب كنت أحب قوي أن أنا يعني أتخصص في هذا المجال أستاذا حضرتك توقف وإحنا هدفنا من برنامجنا لما بنقدم النموذج والقدوة وعلماءنا الأفاضل في مختلف التخصصات إحنا بنعطي ونحاكي ونعطي القدوة والمثل لكل الأجيال عندما لم توفقي في الثانوية العامة لدخول كلية الطب ما كانش نهاية المطاف يعني عايز أقول للشباب والبنات والفتاة كلكم يعني هي بالعكس ده ممكن يكون تعديل المصار لاتجاه آخر تتألق وتتفوق فيه ياما طبيبات كتير جدا لكن علماء قلائل بالضبط يمكن دي عايز أقول سبحان الله كانت أجمل حاجة حصلت لي صدقا يعني ولو رجع بي الزمن مش هتمنى غير اللي ربنا اختره لي الحمد لله ربنا وفقني دخلت كلية علوم كان الحلم لسه عندي بس أنا قلت إيه خليني ماشي جنب الحلم بتاعي بدأت أسأل طب إيه أكتر قسم في كلية علوم قريب من طب إيه أكتر حاجة بيدرسوا فيها حاجات قريبة من تخصصات الطب يعني دلوني على قسم الفيزياء الحيوية وهو من الأقسام الحديثة في كلية العلوم دخلت القسم والحمد لله تفوقت في الكلية وكنت من الأوائل على الدفع الأربع سنوات وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف وبعدين بقى استكملت المسيرة الأكاديمية الطبيعية الماجستير والدكتوراه والطرجة العلمية رحلة موفقة ويعني الدكتور هبة محمد فهمي عبد الباقي بكروس العلوم جامعة القهرة بامتياز مع مرتبة الشرف في عام الفين واربعة آآ ودرجة الماجستير عن تأثير موجات المحمول على المخ في الفين وعشرة وانالت دكتوراه في فلسفة العلوم في رسالة عن آآ علاج جديد لمرض التصلب وآآ في الفين واربعتاشر حصلت على منحة للسفر آآ من الهيئة الدولية بفرنسا وزا عملت برنامج الشراكة مع مركز التدريب المتقدم بالمانيا آآ يعني دائما آآ رحلة العلم آآ رحلة طويلة ورحلة شاقة وفيها إصرار وفيها آآ عزيمة آآ يعني هنكمل كل الكلام ده لكن خلينا نروح لفاصل سريع وأنا ساكمل اللقاء مع دكتور هبة محمد فهمي آآ ضفرتنا في علماء من بلد اليوم شكرا شكرا حسنًا أعود نمر ثاني يا أظم دفعتنا العالمية العالمة الأستاذ دكتور أهبة محمد فهمي عبدالبائي والأستاذ مساعد طبعا بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العيوم جامعة القاهرة والبحث العلمي ودوره في حياتنا البحث العلمي هو زي ما بيقوله كده قاطرة التنمية هو أحد المفردات الهامة جدا في التنمية وإن لم يطبق البحث العلمي على أرض الواقع فهناك حالة من القصام ما بين البحث العلمي والواقع الفاني علشان كده لما بنلتقي مع علمانا الأفاضل الأجلاء بنقول إن دايما السؤال اللي بيطرح نفسه إلى أي مدى المجتمع استفاد من الأبحاث العلمية اللي حضرت تفضلتي وأجرتيها وعلاقة البحث العلمي بالواقع الفعلي وطبعا يعني لا شك إن مازال في يعني فجوة ما بين التطبيق الفعلي للأبحاث اللي بنقوم بيها وما بين وجودها في الحياة أو حلها للمشكلات ولكن أنا شايف الحقيقة إن في صحوة كبيرة في الفترة الأخيرة عن طريق نوازي ريادة الأعمال ومكاتب الطايكو اللي هي دورها إنها تعمل نوع من تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهل الحياة على الناس وتحل المشكلات القومية الموجودة وشايف أن كل تقريبا المشكلات اللي بنعاني منها في مجتمعنا سواء مشكلات في الصحة أو في البيئة أو في المياه أو في المصادر الطاقة حلولها بالفعل موجودة في البحث العلمي. فحقيقة فيه اهتمام كبير جدا من الدولة حاليا فيه موضوع تعميق الصناعة وفيه تحويل المنتجات البحث العلمي إلى مشاريع وإلى حاجات فعلا يناس تلمسها وتحس بالتأثير بتاعها فعلا يعني ده اللي نتمنى وإن شاء الله بتالي لكل الجهود المشي في هذا الاتجاه عشان فعلا الباحث ما يحسش إن المجهود بتاعه راح من غير ما يتم الاستفادة به لأنه ده فعلا بيكون شيء محمد جدا لأي باحث وفي العكس لما بيبقى منتج بسيط أو اختراع بسيط وحل مشكلة للبلد الشخص ده بيبقى بالنسبة له فخر كبير كدا وهو دي الصمرة الحقيقية للبحث العلي فيه طبعا فيه براءة اختراع تحت الفحص خاصة بعلاجات جديدة لمرض يعني بقى فيه نسبة كبيرة في الفترة الأخيرة وخاصة كلما زاد العدد فهي نسبة وتناسب يعني مش إلى جانب الضغوط الحياتية إلى جانب الظروف الحياتية حتى على مستوى العالم بقى فيه من حولنا الدنيا ما بقتش لطيفة كما كان في الماضي حروب في كل مكان فيه صراع في بعض من العواصم العالمية فيه تكتلات اقتصادية فيه يسبقها كورونا كل ده بيعطي في النهاية إلى وجود حالة أكتر من الماضي في حالات الاكتئاب وعايزين نتكلم عن براءة الاختراع اللي هي تحت الفحص طبعا والمتوقع أنها تساهم إلى أي مدى في علاج كتير من حالات الاكتئاب وزي ما حالك قلت والاكتئاب طبعا أنا بتكلم عن الاكتئاب المزمن اللي هو ما بيحصلش استجابة من الأدوية العادية به ومشكلة مرض الاكتئاب طبعا أنه هو بيأثر على انتجية الفرض بيأثر على المجتمع ككل بيخلي يعني في حالة من الإنسان هي اسم الحياة مش عايز أن هو يعيش مشكلة أدوية الاكتئاب اللي موجودة حاليا في الأسواق أو اللي بيتم تداولها أنه لها الأثار جانبية شديدة جدا لدرجة أنه المريض ممكن أنه هو يبطل ياخد الدواء مش عشان أي حاجة غير أنه بيعاني من الأعراض الجانبية الشديدة للدواء إن ما بتخليهش يقدر يستمر عليه فترة طويلة فبالتالي حالته بتتدهور وطبعا للأسف في حالات كثيرة جدا بتنتهي بالانتحار ففيه براءتين اختراع يعني أنا مقدمة بيهم في أكاديمية البحث العلمي تحت الفحص حاليا لتركيبتين دوائياتين معتمدين على تكنولوجيا نانو لعلاج مرض الاكتئاب بأقل أثار جانبية ممكنة إن لم يكن بدون أثار جانبية وكانوا فعالين جدا طبعا يعني التطبيق كان على حيوانات التجارب ولكن إن شاء الله يعني في حال قبولة براءة الاختراع بإذن الله نستكمل الدراسات ولحد ما نوصل لمستوى بإذن الله المتطوعين من البشر وتكمل التجربة بإذن الله للآخر الغير متابع للأحداث نقول له يعني تقنية النانو يعني إيه طبعا هي لتقنية النانو هي تقنية مش هنقول إن هي حديثة قوي هي موجودة من زمان كان في بعض الأحبار والألوان اللي بتستخدم يمكن في عصور قديمة جدا كانت موجودة في حجم النانو حجم النانو طبعا إليه الحاجات اللي بتبقى أصغر من 100 نانو وهم لقوا إن المواد الكبيرة لما بتصغر حجمها الخواص بتاعتها كلها بتختلف الخواص الكهربائية الخواص الميكانيكية كل الخواص بتاعتها فبالتالي لقوا إن إحنا ممكن نعمل جدول دوري جديد غير جدول الدوري لمواد العناصر المعروفة منذ قديم الزمن وبدأت كل العناصر لما تتحول لحجم النانو يظهر لها بقى خواص جديدة واستخدامات جديدة وتطبيقات جديدة طبعا بقى التكنولوجيا داخلها في الزراعة والصناعة والطب والصيدلة وتقريبا ما فيش مجال يخلوا من تطبيقات النانو يعني إحنا بنتكلم عن يعني دائما في كل رحلة أو في كل محطة علمية بيبقى فيه الجديد وضفتنا دكتور هبة يعني لديها من الأبحاث العلمية المنشورة بالدوريات بلغ مجمل الإنتاج العلمي 57 بحث علمي والمنشور طبعا في الدوليات والمجالات العلمية العالمية 47 بحث خاص بقاعدة البيانات و10 بحوث مفاهرصة في قواعد بيانات عالمية أخرى بجانب 4 كتب و3 فصول بكتب علمية منشور جميعها بدور النشر الدولية وقامت سيداتها بالأشرف على 38 رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعات القاهرة وعين شمس وطنطة والمنصورة في أيضا تقوم بالتحكيم في مشروعات التخرج بقسم الفيزياء الحيوية وبرنامج البيوتكنولوجي بكلية العلم جامعة القاهرة ومحاكم أيضا لمشروعات ومعارض مدارس المتحوقين للعلوم والتكنولوجيا عملت مناصقا لأول فريق بحثي طلابي بكلية العلوم جامعة القاهرة العلمة والبحثة المتميزة دكتورة هبة فهمي لها من النشر العلمي والتحكيم في الأبحاث في الدوريات العلمية الكثير والكثير وأيضا في دعم ونقل الباحث والتولى للإنجازات في النشر والاستشهاد ومكانة متميزة أيضا يعني مهم جدا أن يبقى فيه نقل الخبرات للأجيال الحالية يعني إحنا صحيح هي باحثة في بداية الطريق الانطلاق للعالمية أو كمشروع عالم كبير لكن مؤكد في كل مرحلة بتستفيد من أبحاثها بتنقلها للآخرين وده يمكن في الجانب النظري ما بلاقيش الكلام ده في الجانب العلمي كل بحث ليه مردوده حتى ليسا فقط على مستوى المجتمع ونما أيضا قد يكون هذا البحث هو بداية طريق لبحث آخر يعني خليني أتكلم فعلا في النقطة دي لأنه يمكن دي الرسالة اللي أنا عايشة عشانها يعني أنا منذ حصولي على الدكتوراه في 2014 على طول فكرت أنه كل الصعبات اللي أنا مريت بيها مش لازم حدي تاني يمر بيها أسازتي علموني العطاء فكان لازم أن أنا أبقى زي ما هم علموني فبدأت بتكوين فريق بحثي من الطلاب اللي هم في المرحلة الجامعية الأولى في 2015 وأذكر ساعتها أنه هم كانوا عددهم 13 طالب بدأت أن أنا أديهم دورة في أساسيات البحث العلمي وأدربهم إزاي يكتبوا أبحاث وإزاي يحصلوا على تمويل الحصول على المشروعات وكان الاتفاق بيني وبينهم ساعتها أنه هم يقوموا بنقل كل ما تعلموا لزميلهم اللي هيجوا بعدهم الحمد لله العادة الحسنة دي استمرت منذ 2015 ولحد النهاردة يعني حد 2023 يعني 8 سنوات وإحنا بنتناقل العلم مما بين الأجيال وأنا كنت يعني مصرة أنه كل مجموعة تتعلم هي اللي تنقل العلم اللي بعدها بحيث أضمن استمرارية هذا العلم وأنه هو ينتقل فعلا للشباب الحمد لله الفريق البحثي الطلابي يوصل لأكتر من 200 طالب وطالبة دلوقتي من مختلف الكليات العملية ومعنا برضو ناس من كليات نظرية شهوفين بالعلم كانت البداية 13 كانت ببداية 13 جميل لرقم check وطبعا 200 دول المنتقين أنا عايزة أ停 speeding يعني ألاف الناس كل سنة لكن بنعمل لهم اختبارات لحد ما ننتقي منهم الأفضل علشان يبقى فيه فعلا مردود منهم نشر علمي ومشروعات بحسية ومشاء الله يعني فيه منهم حاصدين على جوائز في المسابقات محلية ودولية وليهم نشر علمي وليهم مشروعات بحسية وليهم كمان مشروعات في ريادة الأعمال وهم لسه طلاب جامعيين يعني ربنا يحميهم يا رب ومن هنا جات بقى فكرة تأسيس مركز خدمة ودعم الباحثين عشان يكلل كل هذه الجهود في إطار رسمي عاوز أتكلم عن تطويع التقنيات الحديثة ويمكن العلم في المرحلة الأنية وفي المرحلة الأخيرة هو رحلة صحيح شاقة أي أن كان يعني هي في الماضي كانت أكثر صعوبة لكن في فترة حالية كان وجود الجانب التقني وتقنيات الحديثة طوعت وسهلت المهمة إلى حد ما أكيد طبعا أنا أذكر جيدا أنه أسد زيتنا كانوا بيحكونا أنه زمان لما كان الباحث يحب يجيب بحس كان ممكن يسافر لمحافظة تانية ويجيب وراء وقلم ويفضل يجيب للبحث بخط إيده طبعا ده كان يعني شيء مرهق جدا 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 أكيد أحنا دلوقتي أكثر حظا والتكنولوجيا فعلا بقت خلي العلم مفتوح للجميع بقى أي حد ممكن يتعلم في أي وقت أي حاجة هو عايز يتعلمها من غير حتى ما يصرف وهو قاعد في البيت يقدر يعني يتعلم وطبعا يعني بس تعايز أقولي أنه برضو يمكن التكنولوجيا أو انفتاح العلم يعيب شوية أنه خلى الناس مش عارفة تنتقي إيه الحاجة اللي هي تتعلمها بالظبط يعني بلاقي بعض الطلاب يقولولي مثلا إحنا عايزين نتعلم البرمجة وعايزين نتعلم كذا وكذا وكذا وكتر المصادر المفتوحة خلتهم مشتتين حالة تشتت فلازم أنهم يعني كل واحد يحط إيه الأولويات أو إيه الحاجة اللي هتفيد فعلا مجاله أو هتطور المكان اللي هو موجود فيه ويبتدي بيها يعني ما زلنا نواصل للقاء في دفعتنا دكتور هيبة محمد فاهمي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة ومركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم طبعا حدقائم بعمل مدير المركز ولهذا المركز دور مهم جدا وأهدافه خاصة في خدمة الباحثين طبعا هو المركز ده كان الحلم بتاعي من أكتر من عشر سنين يمكن أنه كنت عايزة مكان الناس لما تحتاج مساعدة في أبحاثها أو تحتاج استشارة علمية أنها تروح له الماجستير والدكتوراه وكنت بقى عاني شوي عشان أجيب مادة كيمائية أو أحصل على معلومة أو استشارة علمية أو طلب معين أنا محتاجين فأكيد أي حاجة بتتعامل لازم يعني تنشأ من مشكلة معينة الناس بتعانيها لقيت أنه في علماء شطرين جدا في مجالات كتير لكن ما فيش بينهم تواصل ما يعرفوش بعض ناس عندها حاجات مش عارفة توصلها لناس تانية ناس عندها خبرة علمية مش عارفة توفيد بها الناس فالحقيقة يعني جات لي فكرة المركز وعرضته على عميد الكلية أستاذ دكتور أحمد عبد الشريف والحقيقة هو يعني رحب جدا بالفكرة وبدأنا نصيغ اللايحة ونصيغ المقترح سوا وشفت طبعا كل المشكلات اللي بنعاني منها في البحث العلمي وحاولنا أن احنا نلاقي لها حلول وكل أهداف المركز هي مبنية على المشكلات الحقيقية اللي بيقابلها العلماء المصريين يعني وهو واحدة ذات طبع خاص والحمد لله أخدنا قرار إنشاء من مجلس العلا الجامعات ومن قابليها طبعا مفقت مجلس جامعة القاهرة وهو حاليا يعني مفعل وإن شاء الله يعني نقدر نعمل حاجة تفيد الباحثين هو جزء فيه جزء خدمي وجزء دعم طبعا الدعم بنقصد به الدعم الفني للباحثين من مساعدتهم في الأمور اللي هم ممكن يحتاجوها كاستشارات علمية كسؤال عن المنح ككتابة المشروعات وفيه جزء بقى خدمي بنقدم كل الخدمات العلمية وبنقدم دورات ورش عمل وحاجات لتطوير الباحثين وبالمناسبة إحنا بنستهدف الباحثين من أول سن سنويل اللي هو من أول ما بيلاقي نفسه عنده شغف كده بالعلم لحد الأساتزة المتفرغين بيشاركوا أيضا في أرشدة المركز مؤكد إن فيه مجموعة من العقبات بتواجه أي باحث وأكتر العقبات المشتركة من كل الباحثين اللي بتواجههم سواء في عمر سنية زي محركت فضلتي وذكرتي في العمر وبكنا في سنوي أو في الكليات أو في الأقسام الجمعية المختلفة أهم العقبات المشتركة من كل الباحثين يعني هقول هي تحديات مش عقبات يعني لو سألنا عملنا كده استبيان للعلماء في مصر وسألناه بي أكتر التحديات اللي بتقابلكم أكيد رقم واحد هيقوله الماديات أو إنه البحث العلمي مكلف ولكن عايزة أقول برضو يعني من تجربتي الشخصية الحقيقة في فرص كثيرة جدا لدعم البحث العلمي للي بيعرفها وده برضو من دور المركز إن شاء الله نحن نعرف الناس بالفرص المتاحة لأنه الجامعات بتعمل تمويل المشروعات البحثية أكاديمية البحث العلمي صندوق العلوم والتكنولوجيا في جهات كثيرة جدا ولكن في بعض الناس ما بتبقاش عارفة هذه الفرص دي يمكن التحدي رقم واحد لأي باحث التحدي رقم اثنين يمكن هو أحيانا بيصيب البحث إحباط نتيجة أنه مش حاسس أنه فيه مردود للأبحاث بتاعته على المجتمع اللي هو عيش فيه وزي برضو ما قلت من شوية هو أفتكر أنه دلوقتي فعلا السياسة تغيرت خالص أنه فعلا بقى دلوقتي بقى فيه اهتمام جدا بالحاجات المنتجات والحاجات اللي يمكن تسويقها واللي فعلا بدأت شركات تشتري هذه المنتجات وبدأت أنها تستكمل التجارب وتكمل دعم للباحثين اللي هم عندهم أفكار كويسة ويعني أخيرا ولكن برضو أنا مش هقول مؤيدة أول هذا الموضوع ولكن في بعض العلماء بيحسوا أنه هو ما فيش التقدير الكافي ولكن أنا شايف أنه التكريمات اللي بتقوم بها الجامعات أو حاجة زي عيد العلم حاجة زي المناسبات العلمية دي محفزات دفع جامده بصراحة جدا جدا لأي حد بيبذل مجهود ومش بيحس أنه المرضوط زي ما كان يتوقعوا فبالتالي هي دي التحديات ولكن بالعكس احنا عندنا فرص أكتر من التحديات فرص تمويل فرص تعاون دولي فيه منح فيه حاجات كتيرة جدا الباحثين ممكن يستفيدوا بيها بنك المعرفة من أعظم المشروعات اللي موجودة في مصر بصراحة سهل علينا كتير ووفر لنا حاجات كانتش متوفرة من قبل ما يكون موجود يعني ما زلنا نواصل للقاء في جافتنا دكتور هيبة محمد فاهمي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة وبيحصل خطأ شائع عند كتير من الطلاب وهو خاص بالأشيطة الطلابية كتير من الناس بتعتقد حتى الدراما المصرية لما تناولت العلم والعلماء كانت بتتناول أن المزج ما بين ممارسة الأنشطة المختلفة والعلم ده هيعطلك الأنشطة هي تعطلك على العلم هذه الثقافة المغلوطة اللي كتير من الناس كانت بترتدها أو كانت بتعتدها شايفاها المفاهيم دي تغيرت كتير الفترة الحالية؟ أقول لحضرتك صراحة هي مازالت موجودة ولما بيبقى في نشاط طلابي سواء علمي أو ثقافي أو كده بلاقي دايما الطلاب يتصلوا بيها ويقول لي ماما مش موافقة بابا مش موافقة خد يتكلميهم يا دكتور وإقناعيهم طبعا ده موقف متكرر بيحصل باستمرار لدرجة أنه دفعني أن أنا أعمل بحث في هذا الموضوع يعني بحث فعلا علمي مبني على عينة حقيقية من طلاب الجامعات اللي بيشاركوا في الأنشطة الطلابية لأنه كان يهمني جدا أعرف هل أداء الأكاديمي بتاع الطلاب بيختلف لما بيشتركوا فيه أنشطة طلابية ولا ده بيعطلهم عن الدراسة أو بيكون معوق النتيجة لكي؟ النتيجة كانت مبهرة أنه بيحصل زيادة غير طبيعية في المعدلات التراكمية للطلاب في الدراسة غير طبعا ناهيك بقى عن كل النهارات النعيمة اللي هما بيكتسبوها من أنهما بيعرفوا يلقوا كويس بيعرفوا يسوقوا كويس بيعرفوا يتكلموا كويس سوق العمل بقوا بيطلبهم بالإسم بقوا حتى في دلوقتي شركات بقيت تتصل تقول لي فلان كان مشارك معاكي في فعالية كذا طب كان دوروا إيه كان بيعمل فيها إيه فيعني حقيقة دي فرصة بنتهزها لكل أولياء الأمور أنه ما تمنعوش أولادكم أو بناتكم من ممارسة النشاط الطلابي لأن ده بيعلمهم فعلا إزاي ينظموا قتهم صح وإزاي يحطوا أولويات وبيؤدي إلى تفوقهم الدراسي في النهاية مش زي ما أنتم متخيلين بيطلعوا فعلا شخصيات مختلفة يحصلوا على فرص عمل مميزة جدا إذن هي دعوة للمشاركة في كل الأنشطة لأن الأنشطة الطلابية هي محفزات للتحصيل الإلم أيضا تحقيقي لأنه لو الحياة عبارة أني بروحي الكلية وبرجع من الكلية أكيد هيحصل الحياة نمطية فيها رتابة الزهق والملل وبيخلي بالعكس الطالب مش عايز يذاكر ومش عايز أنه هو يروح للدراسة لكن مع وجود نشاط الطلابين حياة صراحة بتتغير خالص دكتور هبة محمد فهمي يعني نجحت فيه يكون اسمها من ضمن وده فقر الكل سيدة مصرية بين قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم في مجال علم العققير والصيدلة وتخصص علم النانو وتكنولوجيا النانو عضو باللجنة الوطنية لمرأة في العلوم التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدور المنوط للباحثات في المساهمة في حل مشكلات المجتمع وأيضا عضو بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنبثقة بالمجلس كلية العلوم جماعة القاهرة وأيضا عضو لجنة أخلاقيات التعامل مع حيونات التجارب وأخلاقيات التعامل في مجال البحث العلمي بصفة عامة ويهمين هنا نتوقف أمام أخلاقيات التعامل مع حيونات التجارب يعني إيه؟ طبعا إحنا البديل بتاع البني أدمين أو عشان ما نجربش على البني أدمين فبنبتدي أن احنا نعمل التجارب بتاعتنا على حيوانات تجارب بداية بقى من الفئران الصغيرة فئران الأكبر في ناس بتعمل تجارب على مثلا أنواع من القروض يعني كل شوية الحيوان بيكبر يعني فالحقيقة دي لجنة خاصة بالتعامل مع حيوانات التجارب أنه لازم ده يتم بطريقة أخلاقية لازم ما يكونش فيه معاناة للحيوان يعني أولا وأخيرا روح بتساعدني في أني أطلع نتائجها تفيد البشرية فمفروض أن أنا أأذي الروح مفروض أن أنا أستخدم عدد حيوانات أقل ما يمكن بما لا يخالف أن التجاربة بتاعتي التبوز بسبب قلة العدد ولكن العدد يبقى بالضبط على قد المطلوب يبقى ما فيش بديل للحيوان يعني لو في بديل أن أنا ممكن أعمل التجربة دي عن طريق محاكاية عن طريق كمبيوتر عن طريق خلايا أستخدم الحاجات دي وأترك الحيوان في حاله بي نوع من الرفق والرحمة نصح التعبير بالضبط لأنه حقيقي مع الدراسات أثبتت أنه عدم التعامل الأخلاقي واللي في لين ورحمة مع الحيوان بيعطيك نتائج علمية خاطئة فحتى الحيوانات تشعروا وده دور أي باحث يعني والله دي أخلاقيات راقية ويمكن إحنا محتاجينها كمان في التعامل حتى الإنساني أكتر يعني صحيح زي ما محتاجينها في التعامل أخلاقيات التعامل مع الحيوان اللي بيغضع للبحث العلمي إحنا في حياتنا الطبيعية محتاجين عودة مرة تانية لأخلاقياتنا التي تربينا عليها وعلى الأخلاقيات النبض المصري أو الشخصية المصرية أكيد طبعا أتفق مع حضرتك وأكيد اللي هيراعي الرحمة والإنسانية مع حيوانات فما بال حضرتك لما يتعامل مع نفس بشرية زي وهيبقى عامل إزاي فبالعكس الحاجات دي يعني بتغرز قيم رائعة جدا داخل الشخص يعني وبمناسبة ذكر حضرتك لللجنة الوطنية للمرأة في العلوم بأننا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة فالحقيقة يعني أنا انضمت إليها حديثا يمكن من كذا شهر مش من مدة طويلة يبطر أسهل معلي الوزيرة أستاذة دكتورة نادية زخيري الحقيقة يعني بحييها تحية كبيرة جدا لأنها فعلا قائدة رائعة ومثال فعلا للسيدة المصرية المتوضعة اللي عندها علم اللي عندها قدرة على التعامل مع جميع السادة الوزيرة كانت وزيرة البحث العلمي السابق سيدة فاضلة جدا جدا وعايز أقول اللجنة دي دورها برضو للي ما يعرفهاش إن هي دورها إنها بتعمل تمكين للمرأة في مجال البحث العلمي وزيادة الفرص المقدمة للبحثات المصريات إنها تعرفهم إيه الفرص المتاحة وبيبقى فيه ورشة علمية ودورات وتدريبات مستمرة وقوافل وأيضا فيه حاجة جمهما إن إحنا بنعمل توثيق لتاريخ العالمات المصريات والمصريات الحاصلات على جوائز علمية وبراءات اختراع لأنه التوثيق في هذا الإطار يعني قليل جدا وإحنا محتاجين فعلا نبقى عندنا إن فيه علمات مصريات يعني لهم تاريخ مبهر فلازم الحاجات دي إنها تبقى عندنا موثقة فده برضو من أدوار اللجنة بتلعبع حاليا عندنا المراكز البحثية العلمية في مصر مراكز لها تاريخ عبر العصور علاقة الجانب الأكاديمي أو الكليات اللي تعمل في المجال العلمي تحديدا والمراكز البحثية العلمية هو طبعا دلوقتي فيه الفتاح كبير جدا إنه حتى الدعم اللي بنحصل عليه للمشروعات لما بيكون فيه تعاون بين جهتين الدعم ده بيتضاعف دي بتبقى شروط الجهات الداعمة فده دي حاجة بالعكس بتزود فرص التعاون جدا إنه بقى فيه دلوقتي مشروعات ما بين مراكز بحثية وما بين جامعات ما بين حتى شركات خاصة وما بين جامعات ما بين شركات حكومية والجامعات فبالعكس هو ده الترند أو هو ده الإطار الدولة متجهة ليه حاليا إنه يكون فيه هذا التعاون وطبعا فيه شق آخر إنه طلابنا بيروحوا التدريبات الصيفية بتاعتهم في المراكز البحثية وبيستفيدوا الحقيقة من القامات اللي موجودين هناك ففيه تعاون مستمر وبيبقى يعني فيه بعض المنتجات أو الأجهزة العلمية اللي بنستخدمها في الأماكن دي يمكن في بعض الأبحاث العلمية الخاصة ببراءات الاختراع كان فيه مشروع خاص بإحنا عندنا مزال التدخل الجراحي هو سيد الموقف في المشاكل الخاصة بسرطان السادي هل فيه جديد في هذا الملاكز كحديدا؟ هو كان فيه مشروع حصلنا عليه في 2016 المشروع ده كان خاص مش من علاج خاص بتشخيص أورام الثادي هو الطريقة المتابعة اللي هي العادية اللي هي طريقة الهيستوباصالجي أو اللي هو بناخد العينة ونفحصها تحت الميكروسكوب ودي طبعا بيبقى فيها أحيانا بعض الخطأ نتيجة تدخل العنصر البشري فيها فإحنا أوجدنا طريقة جديدة فيزيائية أن احنا نقدر من خلالها أن احنا نعمل تشخيص للسرطان السادي ونصنفه إيه؟ ده كان أحد المشروعات اللي اشتغلنا فيها يعني في بداية الشغل في المشروعات البحثية مراحل يعني دخول وحيز التنفيذ على المستوى يعني احنا بنبدأ بالمستوى البحثي ثم يعقبه خطوات حتى يرى النور في الفترة القادمة يعني لو قلنا البحث الخاص بتشخيص سرطان السادي أو البحث الخاص بعلاج الاكتئاب إمتى بيدخل حيز التنفيذ؟ والحقيقة في مراحل بيمر بيها أي مخرج من بحث علمي الحتة دي يمكن لسه في مشكلة شوية عندنا إنه ما فيش يمكن صلة قوية ما بيننا وما بين مثلا مصانع الأدوية أو شركات الأدوية علشان يبتدوا ياخدوا المنتجات دي ويبتدوا أنه هم يكملوا بقى التجارب المختلفة لحد لما يوصلوا لمستوى البشر أو مستوى المتطوعين من البشر يعني ولكن نأمل إن شاء الله أنه في الفترة الجاية الوضع يتحسن ونحن نشوف فعلا الحاجات دي بتطبقوا موجودة في الأسواق المصرية ويبقى يعني رائدين في صناعة الدواء لأنه إحنا عندنا أبحاث قوية جدا ولو إحنا مستفدناش منها فأكيد بما أن العالم مفتوح فالآخرين هيستفيدوا منها فبالعكس يعني إحنا إن شاء الله يعني ماشيين في طار تسويق المخرجات البحث العلمي في الوقت الحالي نقطة أخيرة وهي خاصة بمشروع العالم علشان مشروع العالم أو المشروع لعالم مصري محتاج رشدة نجاح أي حد بيبحث عن العلم وأي حد بيبدأ مرحلة العلم والعلماء هي مرحلة شقة أو رحلة شقة يعني نعطي بعض البنود السريعة في نقاط سريعة حتى تجتاز هذه التجربة أو حتى تجتاز هذه الصعاب أو هذه التحديات انصح التعبير إيه المطلوب؟ هو أول حاجة لازم الإنسان يبقى شغوف بما يصنع إذا حضرتك ما صحتش الصبح كده وانت مبسوط وانت بتروح الوظيفة بتاعتك أو المكان اللي انت بتعمل فيه بقى ده مش المكان الصحيح ليك ومش غلط إنه الواحد يغير المصار بتاعه أو ينتقل إلى وظيفة أخرى إذا حس إنه هو مش ده المجال أو مش ده المكان المناسب ليه الحاجة التانية موضوع الإحباط المتكرر أو موضوع الوقعات كلنا وقعنا وكلنا مرينا بحاجات كتير ولكن الإنسان الناجح هو اللي ما يلتفتش الوراء بالعكس يبص لقدام تعلم الأخطاء بتاعته يبتدي إنه هو يشوف كل تحدي قبله ويحاوله الفرص ما ياخدش الكلام المحبط إنه هو ده الأساس لا يحاول يحيط نفسه بناس إيجابية ده شيء مهم جدا لو تعب في حاجة والحاجة دي ما خدش فيها المكان اللي يستحقه أو ما موصلش فيها للمكان اللي هو يستحقها فيعرف إن دي كانت خبرة والخبرة هي اللي هتقوي وهي اللي هتوقفه وزي ما بيقولوا كده لو حد بيحدف عليك توب فإنت حط التوب ده وقف عليه وينجح أكتر ويثبت له إن أنت قادر إن أنت تقف على رجليك وقادر إن أنت يعني توصل اللي أنت عايزه وكل حلم وكل حاجة بالتعب وبالتحدي وبالحاطة الناس الكويسة حواليك وناس اللي بيدعموك وبيشجعوك أكيد إن أنت هتوصل اللي أنت نفسك فيه وزيادة كمان الزميلة عابير الحلبي بتقول لي فيه رالي خاص بريادة الأعمال أيها نتكلم عنه بسرعة كده بعد إذن حضرتك طيب هو حاليا أنا مساعد مدير نادي ريادة الأعمال للمشاريع وللأنشطة هدي بس فكرة للمشاهدين لو ما يعرفوش إيه موضوع ريادة الأعمال ده طبعا إحنا من أحد المشكلات الكبيرة جدا عندنا في مجتمعنا يا مشكلة البطالة وده نتيجة إنه فرص العمل مش قد عدد الناس ده شيء طبيعي ورغم كل الجهود اللي بتبزيلها الدولة في ذلك ولكن برضو ما زالت الفرص قليلة فريادة الأعمال هي ببساطة إنه كل شاب أو فتاة يقدر إنه هو يبقى عنده المشروع الخاص به بس المشروع ده يكون فيه فكرة ابتكارية بتحل مشكلة معينة من المشكلات الموجودة في المجتمع فيبتدي من خلالها إنه المشروع ده ينشئ منه شركة ناشئة أو اللي بنسميها ستارت أب ويبتدي يشتغل فيه هو وزميله اللي يعني من نفس مرحلة سنية فرالي ريادة الأعمال هي أكبر مسابقة ريادة أعمال في مصر إن شاء الله هتعقد في الصيف القادم هي الهدف منها حاجتين الحاجة الأولية هي نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع في المرحلة الجامعية الأولى اللي هي طلاب الفرق المختلفة والجزء الثاني نحن نشجع الطلاب في المرحلة السنية دي إنه هم يبقى ليهم الشركات الناشئة الخاصة بيهم وبالفعل فيه طلاب عزي أقول حاجة يعني مبشرة جدا فيه طلاب في الجامعات المصرية في الفرقة الثانية والثالثة عندهم شركات بيزيد استثماراتها عن 20 مليون جنيه ودي حقيقة موجودة فنتمنى إن شاء الله أنه يبقى فيه إقبال من قبل الشباب المصري ومفتوح لكل الجامعات المصرية أنه هم يقدموا في مصاب إطرالي ريادة الأعمال بإذن الله كل التوفيق لحضرتك وخلينا نروح لفاصل سريع ثم يعني نعود لقام حضرتكم نختتم هذا اللقاء المسمر نصرة اللقاء المصرية في الفترة الجاية لينا نبني بجد واليوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصح هيبعدة والمرة حد فكر يسد طربنا هيعدينا ايدي في ايدك نكسر كل حدود وهتفضل بينا دايماً أم الأوطان مصر المسيح مصر عبنا عن جدود واليوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصح هيبعدة والمرة حد فكر يسد طربنا هيعدينا بالحب واليوم نهد اللي هنبني بأيدينا وتستمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موعدكم الثلاثاء وبكده وصلنا لاختام حلقة اليوم من علماء من بلدي ساعدنا باللقاء مع دكتور هيبة فهن الأستاذ المساعد بكلية العلوم جماعة القاهرة أحد النمازج المصرية المشرفة اللي دايماً بنسعد بيهم اللي بنلقي الضوء على أبحاثهم وبنلقي الضوء على أعمالهم العلمية لأن احنا من خلال هذا البرنامج بنحرص على تكريم كل الرموز المصرية سواء الرجال أو سيدات وسيدات بالدرجة أولى طبعاً الحاجة التانية أن هذا البرنامج هو بيقدم النموذج والمثل لكل الشباب لكل الفتيات لأن رحلة النجاح على قد ما هي صعبة لكن أكيد بيكون فيها إصرار فيها عزيمة وبتوجن السمار في النهاية إحنا مش نلاقي أجمل ولا أفضل من عالم بلدنا نقدمه لضفيتنا دكتور كيبة فاهمي بنقول لحضرتك دهدية بسيطة من أسرة البرنامج بشكر حضرتك جداً لحضرتك كل التحية والاحترام والإجلال ويا رب نقدر نعمل حاجة لبلدنا ونوفح كل فضلها علينا أكيد طبعاً كل التحية والتقدير لحضرتك وقبل ساعة من الآن ألتقى مع حضراتكم دائماً بتخليك تدفت فيها سنة سنة دهيلة العزرية في مصر وينفعها طبليا في مصر مولد السيدة والذكر والهيصة ورب عيدين بركة في السيدة نفيزة المشي عالكورنيش والبركة في لقمة عيش فرح بلد وللد حنم فيها حاجة حلوة حاجة حلوة لنا دي تتعيبك ولا بيت سبها تحييرت أرض وحببها على قضها في الأيوم حتى ملكتنا فيها حاجة حلوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر